أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء وتصديره لتوفير النقد الأجنبي وأوضح مدبولي أن الدولة اتجهت نحو توفير أكبر كمية من الغاز الطبيعي لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلفة دول العالم